السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبابي الكرام فيديو جديد في قناة عتنانا محمد اليوم ان شاء الله الفيديو دينا غضي يهدر على واحد منفاجأة واحد الخبر صار بالنسبة لناس المهتمين بأداء العمرة وبزيارة المملكة العربية السعودية فالآن بإمكان أي شخص أنه يزور المملكة العربية السعودية ومجانا بدون تأشيرة فخليكم عايفة الفيديو حتى الأخير وتابعوا التفاصيل وما تنسوش أنكم دائما سبسكرايب وشير وكومنتير باش أننا نستمر إن شاء الله فخليكم معايا نشاهدوا التفاصيل أطلقت وزارة الخارج السعودية خدمة جديدة تمكنك من زيارة المملكة عن طريق طيران عبر منصة إلكترونية تذكيرتك تأشيرتك وبذلك تستطيح الذهاب إلى المملكة العربية السعودية لأي غرض سواء لأداء العمرة أو لزيارة المملكة بشكل عام وحضور أعيات سياحية ويمكنك زيارة المملكة العربية السعودية عن طريق خطوط طيران السعودي دون الحاجة إلى تأشيرة بل عن طريق المنصة الإلكترونية تحت المسمى تذكيرتك تأشيرتك لإتاحة أكبر قدر ممكن من المواطنين حول العالم لزيارة المملكة وتعزيز مكانتها فهي الآن محطة جذب ووجهة عالمية بسياحة وأصدرت كذلك المملكة العربية السعودية تأشيرات تذكرة لسياحة الدينية يمكن لحامل أي تأشيرة سفر لأي دولة النزول ترونزيت بسعودية ودخول إلى المملكة والتأشيرة يمكن أن يحصل عليها الفرد خلال دقائق معدودة وتمكنه من المكوت في المملكة لمدة أربع أيام ويمكنه تأدية مناسك العمر شروط الحصول على تأشيرة مملكة العربية السعودية يمكنك الحصول على التأشيرة عن طريق المنصات الإلكترونية عن طريق برنامج تذكيرتك تأشيرتك التأشيرة صلاحيتها ثلاث أشهر والإقامة بالمملكة أربعة أيام ويبلغ سعر متوسط التذكير ما بين 2500 درهم مغربية إلى 4000 درهم مغربية دون دفع رسوم الفيزا رسوم بالنسبة لرسوم حز الغرفة للاقامة في فنادق المملكة العربية السعودية يتراوح ما بين 1000 درهم ويصل إجمال العمر إلى 4000 درهم مغربية أطلقت وزارة الخارجية السعودية خدمة إصدار تأشيرة إلكترونية للقادمين جوعاً بهدف تيسير قدوم للمملكة لجميع الأغراض وتسهيل إجراءات الحصول على تأشير الدخول وقالت الوزارة في بيال لها أن التأشير تسمح للعابرين والراغبين بدخول للمملكة من أجل أداء العمر وزيارة للمشجد النبو الشريف بالإضافة إلى التنقل وحضور الفائد. والعاليات السياحية وأوضحت الوزارة أن الخدمة انتلقت خلال هذا الشهر وذلك من أجل التقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة جواً عبر المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية والناقل الجوي طيران ناس ليتم تمريرها آلياً إلى المنصة الوطنية الموحدة لتأشيرات في وزارة الخارجية لمعالجة وإصدار تأشيرات الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني وأفادت بأن تأشيرة المرور لزيارة ستصدر بشكل مجاني وفوري مع تذكرة سفر وتمتد صلاحيته إلى ثلاث أشهر والإقامة بالمملكة لمدة أربع أيام بالنسبة للتأشير والإجراءات من جهتها قالت الهيئة السعودية للسياحة أن التأشيرة في مرور جديدة التي تمتد إلى 96 ساعة تعد خطوة متقدمة في السياحة السعودية حيث توفر خيارات جديدة لاستقطاب فئات مختلفة من الزوار والسياح وقال الرئيس تنفيذي للخطوة السعودية إبراهيم بن سلمان الكشي إن إطلاق هذه الخدمة الأولى من نوعها على مستوى شركات طيران يعتبر من مخرجات برنامج تحول الرقم على مستوى المملكة بشكل عام وعلى مستوى الخطوط السعودية بشكل خاص من جهتها غردت نائبة وزير السياحة السعودية الأميرة هيفا بنت محمد آل سعود قائلة الجهود مستمرة لجعل زيارة المملكة أسهل وأسرع تأشيرة مرور تسمح للزوار بدخول المملكة لمدة تصل إلى 96 ساعة إلكترونيا هو بشكل مجاني عند الحز على الخطوط الجوية السعودية أو طيران ناس وأعلن ناقل جو السعودي تيران ناس إمكانية حصول المسافرين على متن رحلاته على تأشيرة المرور للزيارة جوا إلكترونيا لدخول السعودية مدة أربع أيام مع صلاحية تمتد إلى ثلاث أشهر وأوضح أنه سيكون بإمكان المسافرين فور إصدار تذاكر الصفر على متن رحلات طيران ناس التقدم بطلب الحصول على تأشيرة المرور عبر الموقع الإلكتروني لطيران ناس ويتم تمريرها آليا إلى المنصة الوطنية الموحدة لتأشيرات في مزارة الخارج هنا أحباب الكرام وصلنا إلى نهاية الفيديو نشكركم على المشاهدة ونتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا استفتوا من هذا الفيديو نشوفكم إن شاء الله في لقاء جديد في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا